شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله من خلقه على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ثم أماته فأقبره حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى تحت عنوان ماذا يجري في القبر مرحلة القبر تمثل إحدى المراحل المهمة من مراحل الآخرة قد أكثرت الآيات الكريمة والروايات الشريفة من الحديث عن هذه المرحلة ونحن لا نعلم ما هو الأمد الذي تستغرقه هذه المرحلة إذا متنا ووضعنا في قبورنا فكم نبقى في القبر لا نعلم الجد الجد رحمة الله تعالى عليه كان قليل النوم البعض كانوا يقولون له لماذا لا تنام أكثر فكان يقول إن أمامي نومة طويلة ربما تمتد إلى ملايين الأعوام أنا أؤجل النوم إلى هناك هذه المرحلة ربما تمتد إلى ملايين الأعوام وربما تمتد إلى مليارات الأعوام لا نعلم بالضبط الشيء الذي يبدو أن القبر له رهبة كبيرة لدى الأموات وحق لهم أن تكون لهم هذه الرهبة هناك عالم جديد وهناك بيت جديد وهناك عقبات وهناك بطون بتعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك إذا تلاحظون الكتب الفقهية تجدون أنه إحدى الآداب في إقبار الميت أن ينقل إلى قبره في دفعات لا تنقل الميت إلى القبر دفعة واحدة هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بعملية خطيرة التي فيها إحتمال الموت بعض العمليات في الحياة ربما إحتمال الموت يكون فيها ثمانين بالمية يبنج ثم لا يعود إلى الحياة هذا الفرد ما أعلم املاحظين أو لا عندما يريدون أن ينقلوه إلى غرفة العمليات في بعض الأحيان تنتابهم رحبة كبيرة بعضهم يبكون قبل فترة واحد من الكبار نقلوه إلى إحدى البلاد الغربية لإجراء عملية لعله كان فيها النوع من الخطورة نقل أنه عندما أدخلوه في غرفة العمليات أخذ يصرخ وينادي ويقول أنا ما أرضي وطلع من غرفة العمليات ورجع إلى بلده ترك العملية بالمرضة هذه عملية يقوم بها الفرد إذا تريدون أن تنقلوا هذا إلى غرفة العمليات لا تنقلوه دفعة واحدة انقلوه شيئا فشيئا حتى يتأهب حتى يستعد من الناحية النفسي الميت في الكتب الفقهية أيضا كذلك الفقهاء يقولون عندما تأخذون التابوت لا تنقل التابوت إلى القبر دفعة واحدة وإنما ضع الميت على بعد ذراعين أو ثلاثة أذرع من القبر ضعوح ثم بعد ذلك انقلوح إلى مكان أقرب إلى مكان أقرب ثم بعد ذلك احملوح وضعوه في مكان أقرب ثم بعد ذلك احملوح وضعوه في القبر هذا ما يقوله الفقهاء تبعا للروايات وهناك رواية مروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول هذه الرواية وَإِذَا حَمَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تُفَاجِئْ بِهِ الْقَبْرِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةِ الوالد رحمه الله يقول هَوْلُ الْعَالَمِ الْجَدِيدِ وَهَوْلُ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ وَهَوْلَ السُؤَالْ فِي الْقَبْرِ إلى غير ذلك من الأهوال فإن للقبر أهوالاً عظيمة وتعوذ بالله تعالى من هول المطلع في هول المطلع هناك احتمالات أنه ما هو معنى هول المطلع الأولياء كانوا يبكون لهول المطلع إحدى معاني هول المطلع هو هذا الهول هول الإشراف على القبر على كل حال نتحدث حول هذه المرحلة مرحلة القبر ضمن مباحث المطلع المطلع الأول ما هو القبر ؟ ما هو القبر ؟ المطلع الثاني تسجيل الأعمال في القبر البحث الثالث السؤال في القبر البحث الرابع ثواب القبر وعقابه البحث الخامس بعض ما يوجب عذاب القبر البحث السادس حضور الأئمة صلوات الله عليهم عند الميت في القبر هذه بحوث نتعرض إلى بعضها في هذه الليلة بإذن الله تعالى وندعوا البعض الآخر إلى حديث قادم البحث الأول ما هو القبر الشيء الذي يبدو لنا والله أعلم بحقيقة الحال أن كلمة القبر في الروايات الشريفة تطلق على معنيين فإذا طلعت رواية فيها ذكر القبر ينبغي أن يتأمل أنه يراد المعنى الأول أو المعنى الثاني المعنى الأول للقبر الجدران الأربعة التي تضم جثة الميت مثلاً عندنا في الروايات أن نبش القبر حرام نبش القبر يعني المكان الذي دفن فيه الميت تحت الأرض عادة الدفن يتم تحت الأرض نبش هذه البقعة محرم في الأحاديث يوجد زور المقابر زيارة المقابر يعني هذا المكان الذي دفنت فيه جثة الميت الماشي على القبور مكروح إذا ذهبت إلى مقبرة فلا تمشوا على القبور يعني هذا المكان الذي وضعت فيه جثة الميت المعنى الثاني للقابر مثوى الروح يعني المكان الذي توجد فيه الروح وتكون فيه الروح لأن كما يبدو من الروايات أن الروح لا تبقى في هذا القبر الروح لها ارتباط وعلاقة بهذا القبر ولكنها لا تبقى فيه إلى النهاية أرواح الأموات تذهب إلى وادي برهوت بعض الأموات بعض الأموات أرواحهم تذهب إلى النجف الأشرف فإذا المكان الذي تكون فيه الروح قد يختلف عن المكان الذي يكون فيه البدن مثوى الروح مكان الروح أيضا يطلق عليه القبر العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه وهو المضطلع بالأخبار وبأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يقول في البحار في الجزء السادس صفحة ميتين وواحد وسبعين المراد بالقبر في أكثر الأخبار هاي كلمة الأكثر لها الدلال ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ هذا عالم البرزخ الذي يمتد من الموت إلى يوم البعث ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الروح أين تكون؟ الروح تكون في وادي برهوت أو تكون في النجف الأشرف أو تكون في جنة الدنيا أو تكون في جحيم الدنيا هذا المكان يطلق عليه القبر كما يقوله هذا المحدث المتتبع أنقل لكم بعض الروايات التي ربما تشير إلى هذا الإطلاق الثاني مثلا لاحظوا هذه الرواية التي ينقلها في البحار عن الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام في هذا الحديث ولكني والله أتخوف عليكم من البرزخ هذه مرحلة مخيفة قلت وما البرزخ؟ قال القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة هذه مرحلة البرزخ يتخوف أهل البيت صلوات الله عليهم منها علينا هذا القبر في هذه الرواية لعله يكون بالمعنى الثاني لا خصوص تلك البقعة التي فيها بدن الميت الرواية الأخرى أيضا يرويها في البحار في مجلد آخر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا البرزخ أين يكون؟ قال الإمام صلوات الله عليه هو القبر يعني فقط ذلك المكان الذي يحتوي على بدن الميت أو المكان الذي تحل فيه روح الميت أو يشمل الإثنين وإن لهم فيه لمعيشة ظنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا هو البحث الأول البحث الثاني هو عبارة عن تسجيل الأعمال في القبر والذي يبدو من بعض الروايات أن هذه المرحلة تسجيل الأعمال متقدمة على مرحلة السؤال في القبر كل واحد مننا عندما يوضع في قبره يجب عليه أن يسجل جميعا ما عمله في حياته دائرة العمل دائرة وسيعة جدا نحن كم نقوم من أعمال في خلال حياتنا هذه كلها يجب أن تسجل في القبر ومن الذي يسجل أنا وأنت كل واحد يجب عليه أن يسجل جميع أعمال لعله كلمة العمل تشمل حتى الأعمال الفكري لأنه العمل الفكري نوع من العمل وفي بعض الروايات ما مضمونه أن نية المؤمن من عمله بل في بعض الروايات إن نية المؤمن خير من عمله لعل هذه الروايات والآيات تعطي عرض عريض للعمل إذا كانت كلمة العمل بهذا العرض العريض إحنا كم صورة ذهنية تأتي إلى أذهاننا في حياتنا؟ العلماء الجدد يقدرون أنه إذا الصور الذهنية التي تتوارد على أذهاننا من أول حياتنا إلى آخر حياتنا نجمعها كم مجلد تكون؟ هذه الصور الذهنية يقدرونها بتسعين مليون مجلة كل واحد منها إذا كانت كلمة العمل لها هذا العرض العريض فجميع الأفكار وجميع التصورات وجميع الأعمال الخارجية في الأحاديث أكو في بعض الروايات أو كلام بعض العلماء حتى النفخ تحت القدر النساء قديما عندما كانوا يريدون أن يشعلوا النار تحت القدور كانوا ينفخون هذه النفخة حتى إذا لمست ثوب صديقك هذا اللمس أو ذهبت لشراء قماش فلمست هذا القماش حتى هذه الأعمال الجزئية كلها تسجلها أنت وفي آية أخرى طبعا في كتاب لعله كتاب آخر الله سبحانه وتعالى يقول ما لهذا الكتاب لعله هذا الكتاب ولعله كتاب آخر هذه الرواية لا تبين أن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب ولكن لعل المظنون أنه هو ذلك الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه لعل هذه الآية لها إطلاق تشمل حتى الأعمال الفكري وحتى التصورات الذهنية هل تتذكر كل شيء إذا المفروض أن واحد يكتب كل أعمال يتذكر ذلك إحنا نذكر أنه قبل عشرة أيام ماذا قلنا وماذا فكرنا وماذا أكلنا قبل ثلاثة أيام ماذا أكلنا ربما لا نتذكر إذا نحن لا نتذكر يوجد هنالك من يتذكر الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى أحصاه الله ونسوه ولكن هذا مسجّى أقرأ لكم هذه الرواية التي تتحدث حول تسجيل الأعمال في القبر هذه الرواية مذكورة في كتاب الفضائل للقمي صفحة 89 الرواية مطولة جدا وهي رواية أن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى المقبرة وكلم ميتا في أخريات حياته الميت ينقل ما مر عليه بعد الموت يقول فلما فرغوا من الصلاة علي حملت إلى قبري ودليت فيه فعاينت هولا عظيما يا سلمان اعلم أني لما وقعت من سريري إلى لحدي تخيل لي أني قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي حالة السقوط جدا حالة مرهبة إذا واحد يوقع من الطابق الثالث ليجوه ما هي الحالة اللي يشعر بها في حالة السقوط حالة رهيبة يقول هذه المسافة القريبة عندما دليت إلى لحدي شعرت بأني قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي وشرج علي اللبن جمع لبن وخثي التراب علي وواروني فلما ناد المنادي بالانصراف الكل يتركون الميت إلى متى يبقون على قبر الميت أعز شخص عليك يبقى عندك دقائق ثم يتركك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فلما ناد المنادي بالانصراف أخذته في الندم وبكيته من القبر وضيقه وضغطه وقلت يا ليتني كنت من الراجعين لعلي كنت مع هؤلاء الذين رجعوا من دفني لعملت عملا صالحا فجاوبني مجيب من جانب القبر كلا انتهى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون انتهى فقلت من أنت يا هذا الذي يكلمني هذا اللي تلا علي هذه الآية فقال أنا ملك وكلني الله بجميع خلقه ليكتبوا أعمالهم على أنفسه كتابتك انت تكتب ويوم القيامة تجيب هذا الكتاب اعترافاتك ماذا فعلت في حياتك ثم جذبني وأجلسني وقال لي اكتب عملك كم مجلد لازم يكتب تسعين مليون مجلد ميت مليون مجلد أكثر من ذلك المهم يجب أن يكتب كل عمله فقلت إني لا أحصيح ما أتمكن ما أذكر كل شي فقال أما سمعت قول ربكم أحصاه الله ونسوح ثم قال لي اكتب وأنا أملي عليك ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا فلم يبقى من أعمالي صغيرة ولا كبيرة كلها أملا في رواية أخرى هنا نمقطع عن قلم الرواية الثانية فيكتب ما عمل في الدنيا خيرا عندما يملي عليه أعماله الخير يكتبها فإذا بلغ بسيئاته يستحي كيف يكتب؟ هذه النظرة التي نظر بها إلى أجنبية كيف يكتب؟ هذه الكذبة التي كذبها هذه الغيبة التي اغتابها هذا الظلم الذي ظلمه ولو ظلم أولاده كيف يكتب؟ كيف يكتب؟ فيقول الملك يا خاطي أما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا وتستحي الآن؟ حقيقة إحنا إذا الطفل يراقبنا لا نقوم ببعض الأعمال نخجل من طفل ولا نخجل من الله سبحانه وتعالى أنت ما خجلت من الله سبحانه والآن تخجل مني أكتب وهذه قضية الخجل من الله سبحانه وتعالى قضية الخجل من الملائكة قضية الخجل من الخلائق المطلعين كانت إحدى المؤمنات التقيات توفيت من مدة رحمة الله تعالى عليها كانت تقول أنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أقول يا الله أنا مو فقط أتوقع منك أن لا تعاقبني وإنما أتوقع منك أن لا تعاتبني حتى عتاق إذا واحد أبوي يعاتبه ليش فعلت هذا العمل؟ إذا أنتوا تكلمتوا ضد واحد في مكان بعدين افتهم وَعَتَبَكُمْ أحياناً واحد يتمنى لو تنشق به الأرض ولا يشهد هذا الموقف كانت تقول أنا ما أطلب من الله فقط أن لا يعاقبني وإنما أطلب أن لا يعاتبني ليش فعلت هذا العمل؟ هذا موقف العتاب جداً موقف مهول أحد المؤمنين اللي أعرفه رجلاً طيباً بمقدار تشخيصي كان يقول لك كلام آخر متقدم على مرحلة العقاب والعتاب كان يقول هذا الكلام وهو يبكي كان يقول أنا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى بالنتيجة يعفو عني ولكن شيء واحد أنا لم أجد له علاجة كان يسأل لي عندك علاج لهذا الشيء أو ما عندك قلت له وما هو لذلك الشيء قال الخجل أمام الله سبحانه وتعالى حتى الله إذا ما يعاقب حتى إذا الله ما يعاتب حتى إذا كلمة لماذا ما يقول ولكن واحد يواجه الحقيقة هذه القضية أنقلها لكم الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية ما أذكر خصوصياته قال جاء رجل وجيه إلى بلد وكان عنده دار فتحها للضيوف هذه القضية يمكن قبل ثمانين عام مئة عام مو قضية ما لأ الآن كان رجل كريم عنده مظيف فتح مظيفه للضيوف كانوا يجون عنده يتغدون عنده يتعشون عنده في يوم من الأيام هذا الرجل الوجيه طلع لمكان ما أذكر المكان حتى لا يعرف ذلك البلد لمكان لعمل راح وإجيه بعد ما إجيه عندما راح هؤلاء الموجودون أخذوا يتكلمون ضده هذا العمل المتعارف عند البعض يقعدون فاكهة المحافل اغتياب الآخرين أربع قاعدين في مكان واحد منهم يطلع الثلاث الباقين يبدأون بغيبته والتكلم عليه فأخذوا يتكلمون ضده بكلمات غير ملائمة هذا منعم عليكم أنتوا في ضيافته أنتوا في بيته شلون تتكلمون ضده وبعد فترة الرجل الوجيح عاد إلى بيته عندما عاد إلى بيته قال لهم اخترعت وسيلة جديدة هاي الوسيلة السجل الأصوات ما كان موجود في ذاك الوقت وأنا عندما طلعت فتحت هذه المسجلة وسجلت أصواتكم الآن أنا أفتح اسمعوا ماذا قلتم بطيبة نية فعل هذا العمل مل غرض معين ففتح المسجلة وإذا بهؤلاء الحاضرين ينهشون اللحمة بالغيبة والتهمة والضحك علي والسخرية بعض الحاضرين كانوا يقولون عندما سمعنا أصواتنا في المسجلة تمنينا لو كانت الأرض تنشق بنا إشلون ننظر إلى وجه هذا الرجل حتى إذا ماكو عتاب وحتى إذا ماكو عقاب ولكن الخجل من الله سبحانه وتعالى كان هذا الرجل المؤمن الطيب التقي حسب تشخيصي كان يقول هذا شنو علاجه قلت له هذا الشي أي علاج ما بي الله تعالى يقوله في القرآن ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يعني ما يتمكن مثل أنت شوف واحد ما تتمكن تنظر في وجهه هالشكل يدنجون عند الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون وماذا يجيبون الله سبحانه وتعالى هذا مو فقط الطالحون نحن نظن فقط الطالحون المذنبون حتى بعض الصالحين خجل من الله سبحانه وتعالى أن تقول في آية أخرى الله تعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تفريط بغض النظر عن الذنوب أحد المؤمنين فكر أنا إذا الآن موت كيف ألاقي الله وكيف أواجه الله وبكم ذنب أواجه الله سبحانه وتعالى قال أنا أقدر يوميا مرتكب ذنب واحد ظلم ذنب إخافة المؤمن ربما تكون ذنبا إذا ذنب غيبة ذنب سخرية ذنب سوء الخلق مع الأهل والعيال في بعض مراتبه ذنب الذنوب بين أيدينا وأرجلنا ذنب مو يعني فقط واحد يشرب خامر فكر كم ذنب أنا مرتكب قال إذا أنا يوميا مرتكب ذنب واحد حسب عمره قال الآن إذا أموت أنا ألاقي الله سبحانه وتعالى بمثلا 23 ألف ذنب إحنا إذا فعلنا ذنب واحد تجاه واحد من إخواننا بعد من نتمكن نباوع واحد يواجه الله تعالى بـ 30 ألف ذنب كيف يواجه الله حتى إذا الله كل شي ليقل حتى إذا واحد ما مرتكب ذنب التفريط في جنب الله فرضنا واحد من أول حياتة إلى آخر حياتة لم يرتكب ولا ذنبا واحد التفريط في جنب الله هذه القدرات الضخمة اللي الله أعطاها لنا تدرون الله شلون قدرات ضخمة معطينا حاكم بلد حاكم بلد الآن أجيب لكم هذا المثال لاحظوا حاكم بلد يحكم 30 مليون 25 مليون دمر شعبه في العراق رأينا حاكم حاكم على 25 مليون دمر شعبه حطم اقتصاد البلد حطم البنى التحتية حطم البنى الفوقية أدخل جنوده في حروب خاسرة على 25 مليون تدرون أنتم حاكمين على كم مليون هذه الامبراطورية العظيمة اللي الله معطيها لكل واحد واحد مننا تدرون كل واحد مننا حاكم على أية امبراطورية لا تضاهيها أكبر امبراطورية في الدنيا شنو سويت بهذه الامبراطورية التي تحكمها وين وين راجعوا كتاب الموسوع العربية العالمية في مادة الخلية كل واحد مننا نحن البشر عنده الله تعالى ملكه سلطه على كم خلية انتم حاكمين على كم خلية في بدنكم انتم حاكمين كما تقول الموسوع العربية العالمية وفق إحصاءات العلماء على أكثر من عشرة آلاف مليار خلية هذا بدنكم أكثر من عشرة آلاف مليار خلية الله مطيكم ماذا فعلت إذا واحد من أهل جهنم والعياذ بالله من أهل العذاب هذا الجيش هذا الجند ألقاهم في النار كلهم بسا الروح نجهلها نجهل أبعادها نجهل عوالمها هذا البدن الكون كل الله سبحانه وتعالى يظهر من الآيات القرآنية هكذا لعله يظهر أن الكون كل خلق لأجل الإنسان كل هذا الكون المذهل تدرون إحنا في كل يوم كم ثانية عدنا كم ثانية عدنا في كل يوم واحد يجي يخلي في رصيدكم البنقي 86 ألف دينار يقول أنا كل يوم أخلي في رصيدكم 86 ألف دينار أي مقدار منه تحبون سحبوا ولكن إذا لليل ما سحبتوا أنا هذا المبلغ آخذ بعد لا أعيده لكم العقل أن تسحب كل هذا المبلغ فإذا واحد يجي سحب ألف دينار بعد ينراح في اليوم الثاني إلى البنق قالوا سحبت البقية ما يتندى الله تعالى في كل يوم متين 86 سمانين ألف ثانية وأربعمائة ثانية كم ثانية من هذه الثواني نستغلها في كل يوم اجمعوا أيام عمرنا إلى آخر عمرنا كم ثانية الله مطين يجي واحد يوم القيامة مستغل كل يوم 86 ألف وأربعمائة ثانية كل يوم وإحنا نجي مستغلين من كل يوم ألف ثانية مثلا والبقية كل ضياع وهدى واحد ما يتندى ولذلك واحد عندما يشوف النتيجة الإجمالية لحياته هذا الندم الذي يدركه والخجل الذي يدركه هذا لا يمكن أن يتصور واحد حتى النوم كما قلنا فيما مضى يمكن أن يجعله لله سبحانه وتعال أكو أفراد حتى النوم هم جعلوه لله يعني من كل يوم يستفيدون 86 ألف ثانية وأربعمائة ثانية وواحد يجي فقط ما يستفيد ألف ثانية ألف ثانية عد اجمعوا المجموع الكلي شوفوا شونه يصير فالآية عندما تقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ويطلبون من الله أن يرجعهم نعمل نعمل صالحاً ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا مقنون انتهى الملك الملك يقول يا خاطي ما تستحيي من خالقك حين عملته في الدنيا وتستحيي الآن اكتب نعود إلى الرواية الأولى هاي مقطوعة من الرواية الثانية ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة ثم تلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم المكاتب القديمة كانوا يختمونها بخاتم مثل طين مثلاً هذا المظروف يسدوه هاي الفتحة مالة يخلون خاتم مثل طين قطعة من الطين حتى هذه إذا فتحت ينكشف أن المكتوب قد انفتاح بطريقة معينة هذا يقال له خاتم ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنق كل أعمالك تسعين مليون مجلد مثلاً هذا في عنقك فخيل إلي أن جبال الدنيا جميعاً قد طوقوها في عنقي فقلت له ولم تفعل بي هكذا هذا الملك هذا قبل منكر ونكير أي مرحلة متقدمة قال ألم تسمع قول ربك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك انت كاتب هذا بغض النظر عن قضية تجسيد الأعمال اللي تحدثنا خولها فيما مضى فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وبكتابك بين عينيك منشوراً تشهد فيه على نفسك ثم انصرف عني هذه القضية لعلها نقلتها في مجال آخر وشير إليها باختصار أحد الشباب من أحد البلاد العربية هذا صدمته سيارة ودخل في مرحلة الإغماء ثلاثة شهر كان في حالة إغماء ثم بعد ذلك عاد إلى الحياة الطبيعية بعد ما عاد نقل ماذا جرى عليه قال أنا عندما صدمتني السيارة رأيت نفسي في عالم الآخر وكل ما هو مذكور في الكتب جرى علي إلى أن وصلت إلى مرحلة القيامة كلمة كان يقولها كان يقول لو كان الموت ممكناً لمت مرات ولكن هناك في الآخر بعد يذبحون الموت بعد موت ماكو الموت يتمثل في صورة شات على ما في بالي وتذبح تلك الشات بعد موت ماكو هذه أشد لحظة على الكافرين خلود بعاد ولو كان الموت ممكناً لمت مرات ولكن ما يمكن إلى أن دخلت مرحلة القيامة وإذا بي أرى صحائف هالشكل كان ناقل تتطاير حتى كانت كالجبال وعلمت أو قيل لي إن هذه صحائف أعمالك ثم جاء ملك من الملائكة وضغط هذه الصحائف ضغطها وضغطها وضغطها حتى تحولت إلى حجم صغير الآن أكو بحث في جامعات العالم حول تصغير الأحجام الكبيرة وأحد العلماء نقل لي أن علماء اليابان يقولون أنه يمكن أن توضع 190 مليار دائرة ألكترونية أو كمبيوترية على رأس قلم رصاص 190 مليار الآن هذا علم قائم في جامعات العالم ويطمحون كما نقل لأحد أساتذة الجامعات الكبرى قال يطمحون أن يحولوا طيارة إلى مقدار ذرة الرمل هذا طموحهم في المستقبل طائرات التجسس على الأعداء قال ثم حولها إلى حجم صغير ثم جاء ووضعها في عنقي فأحسست أن لها ثقل الجبال ظاهراً أكو في كلامه هذا المقطع فسقطت على الأرض من ثقلها فجاء ملك وملكان قالوا امشي أمشي قليلاً ثم أسقط وأنا في هذه الحالة وإذا أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين يأتيان يقول جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنا في هذه الحالة المهولة قال لي هل تريد أن تعود إلى الدنيا أو تبقى فقلت يا مولاي لا طاقة لي بالبقاء أريد العودة فقال الإمام ارجع إلى الدنيا أو أرجعوه إلى الدنيا مفرجات الشاعر يقول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول إحنا الآن ما تبقى من عمرنا المجهول اللي لا نعلم أنه لحظات ساعات أيام نحن يجب أن نفكر في الإعداد لذلك اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بما أعانى به الصالحين على أنفسهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلاً عقلاً نيراً عقلاً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات هدي ينير الدرب بالومضات